كما يعلم أن كل من الحكومتين الفدرالية والإدارة المواقة لإقليم تقراي اتفقا على إعادة النازحين دخلياً لأرضهم في السابع من يوليو ولكن إلى الآن جزء كبير من النازحين لم يتم إعادتهم لأرضهم وهذا لأن الحكومة في إقليم أمهرات عيق تحركات إعادة النازحين وهذا التأخير لا يمثل مشكلة من جانب الإدارة المواقة هذا ما أدل به الجنرال تدسو الردى نائب رئيس الإدارة المواقة موضوع النازحين هو الأهم والذي ينبغي أن يتم العمل على ذلك الملف بجدية لذا يجب أن تتحمل الجهات المختصة في عادتهم إلى أرضهم بتوفير الأمان لهم والالتقاء مع حبتهم الذين لا يزالون تحت سيطرة القوات المحتلة ورغم الجهود التي نبذلها في أن يعود النازحين إلا أنه يوجد عراقيل تعيق جهودنا التي نبذلها في أن يعود النازحين في الوقت الذي تم تحديده هو السابع من يوليو ولكن أحب أن أنوه بأن تلك العراقيل ليست من جانبنا بل من جانب حكومة إقليم أمهرات وقال الجنرال تدسو الردى أن حكومة أمهرات أقامت مستوطنات في قرب تغراي بهدف السيطرة على الاقتصاد والسكان وأنه سيتم العمل على إجلاء المستوطنين والمسلحين الذين دخلوا قرب تغراي من مناطق أخرى وذلك بتسعاون مع الحكومة الفدرالية قمنا بحل أزمات النازحين وسيتم حل الأزمات التي بقيت كما ينبقى العلم بأنه أقيمت مستوطنات للاحتلال على الممتلكات كمصانع السكر المتواجدة فيه والقايد وأيضا السيطرة على الأراضي الزراعية التي كانت توفر فرص العمل للعديد من الشباب ولذا سيكون من الصعب عادة النازحين إلى أرضهم بوجود تلك المستوطنات مما ينبقى العمل على إخراجهم من تلك المستوطنات كما أكدت جنرال تدسة ورد أن الجيش الأثيوبي سوف يتحمل كامل مسؤولياته في توفير الأمن للنازحين فور إعادتهم إلى أرضهم ما يشغل الجيش الأثيوبي في الوقت الراهن هو أن يتم توفير البيئة الآمنة للنازحين في عودته مؤخراج المستوطنين القير شرعيين من الأراضي ومن المحتمل أن توجد بعض من العراقيل التي قد تواجه الجيش الأثيوبي ولكن لنسمح مطلغا من تلك العراقيل أن تعيق عملية إرجاع النازحين لأرضهم وفي الأخير يفيد الجنرال أنه بالتعاون مع الحكومة الفدرالية سوف يعملون على حل العديد من القضايا العالقة في تقرائه لا ينبغي وجود أي تأخيرات في حل الغضايا ونحن بالتعاون مع الحكومة الفدرالية سوف نعمل على حل الأزمات ولذا يجب من المستوطنين في قرب التقرائه استعاب أنهم يعيشون في منازل غير منازلهم مما عليهم التفاهم مع الحكومة الفدرالية حتى يتم إيجاد حل لتركهم لتلك المستوطنات